ايه هو بقى يقولك ايه طبعا هو هنا في السؤال ده زي ما انتو شايفين بيدور على ايه على الاكسيبشن واخد بالك طبعا لازم تبع عارف ان الاكستنال اوبليك لا تساهم لا تساهم خالص في القوة ركز في البوسيوبول هنا بقى بيقولك ايه الاكستنال ايه ليك فين وانت شغال حد فيكو واجه الموقف ده قبل كده يعني انت مثلا الصورة دي وهو بيثبت الشبكة بتاع الاختنشتاين لازم يثبتها في الانجوانة الليجمنت تحت صح وهو بيثبتها في الانجوانة حد فيكو خد غرزة في الاكستنال ايه ليك فين والدنيا اعكت معاه وخرت لا في الابيجاستري يعني حصل مر الانفيرو بيجاستري سهل التعامل معاه انما هو طالع من الاكستنال اليك وانت بتثبتها في الانجوانة الليجمنت وماشي كده كانت الابرة بتاعتها قعميكة شوية امت معوار الفين والدنيا خرت حد فيكو واجه الموقف ده قبل كده الله يعني اللي انا عايز اقوله انها يعني شوفتها كده ساتر ربنا يعني محصلش في السنة دايما بنصح الشباب لما بيشتغل معاهم الحكاية دي بقوله امسك وارفعه الفوق واخده الستيتش فيه وهو ناقل تحت يروح غارس فيه ولازم يكون شايف الشادو بتاع الابرة شايف الابرة لو بيشايف الشادو يبقى معناها انه هو او بطريقة تانية افندم كان عايز اقول ايه مايخدوش كان فيه سؤال بقى شهير وبيتسائل في الزمالة البرطنية يقولك فرضا بقى ان انت دخلت بالابرة في الاكستنال اليك فين او الفيمورال فين وواجهت بليدينج تعمل ايه في الغرزة تعودها اشي الغرزة وامن كومبريشن اكاملها اشي الغرزة وامن كومبريشن نيفر 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 ان انت نيفر ان انت تاخد نوت يعني ان انت لما هتاعد الغرزة هتزود التير في الفيم دي مفهومة دي اه يعني لما تاخد لما تربط انت بتهيألك في الرعب اللي انت فيه ان انت لو ربطت الفتلة البيليدينج هيتوقف انما اول ما تاخد النوت البيليدينج بيزيد اخدين بالكو فهو الصوت بيقطع من عندكو الصوتي بيقطع انا كمان لما يحصل في الغرزة دي لا ما بتعملش نوتينج وبتحط بريشر بس بتحط بريشر بس واخبالك اا اكنك بالزبط ولا بنشيل الخيط ولا بنقصه يعني ما غير ما نربط المهمة ما تربطش نشيل الغرزة خالص مهمة ما تربطش يعني ككون الخيط عدة في جدار الفين ده مش مشكلة واخبالك لو ايدي بتقصها وكأنك ما دخلتش غالص وبتعمل بريشر بتعمل اه يعني ما شد اه ايه وحتشد اه لو حتشد عليها هتمزع اكدر بتقع تعمل بريشر السؤال بقى بتقع تعمل بريشر كم دقيقة بتقع تعمل بريشر كم دقيقة هلو هو النورمال floating time بتاعنا كم دقيقة يعني يعني انت لو عورت دقنك وانت بتحلق ونزفت المفروض النزيف يتوقف لو انت هلسي في كم دقيقة البليدينج كم دقيقة والقلوطنج كم دقيقة البليدينج البليدينج من اتنين الاربعة والقلوطنج من اربعة التمانية فانت بتدوس عشر دقايق لا ما لا يقل عن عشر دقايق وبالساعة بتاعت الحيطة بتاعت العمليات يعني تقول للحكيمة الديني فوطة الديني فوطة وتقوم حطة فوطة ودايس عليها كده وتقوم ترغي مع زملائك او تتصفح الفيسبوك تعمل اي حاجة عشان ما تسهلش واخبالك وبعد عشر دقايق وربع ساعة او ربع ساعة يستحسن يعني تشيل الفوطة وتبص الخطأ اللي انت بتقع فيه ان انت الان بعد دقيقتين بتشيل ايدك تلاقنزيف تقوم دايس دقيقتين كمان تقوم دايس تاني لا التكة بتاعت الموضوع ده ان انت تفضل دايس كده واخد بالك ما لا هيكل عن عشر دقايق في معظم الاحيان بتشيل الفوطة ما بتلاقيش نزيف السؤال بقى لو شلت الفوطة ولاقيت نزيف تعمل ايه كليبينج ايه تعمل ايه كليبينج يعني او ازاي هتعمل لايجيش ممكن يبقي بارتيريا لو اجيب الاواية هو ايه الاجابة الصحة اللي بيقبلوها الزميلنا اللي دخلوا الامتحان اللي هو ايه لازم تستدعي زميلك بتاع الاواية الدموية الاجابة الخطأ ان انت تقوله ايه هعمل اكسبوجر واحط اتنين بولدوك كلامب واحد بروكسما واحد ديستل وهجيب برولين اربعة زيرو خمسة زيرو وهعمل ريبير للارتري دي اجابة غير مقبولة ليه لان عند الجماعة بتاع الزمالة اللي بيعمل مشكلة عادة ما بيعافش يصلح يعني بش زي ايه يعني عبد الحليم هافز يقولك ايه اللي شبكنا يخلصنا انما هنا اللي شبكنا عمره ما هيعرف ايه يخلصنا واخد بالك لازم يشوف حد ايه يخلصنا عادة يعني فلو انت يعني ايه عملت نفسك فيها ابو العريف كده واخد بالك وقلت هعمل وحفتح الانجوينة وحعمل وححط بولدوك بروكسومال وتستل وحاخد ريبير وبدأ هيداق منك الاجابة صح اه call your your specialist vascular colleague هي دي الاجابة السليمة في هذا الموقف اوكي طيب هنا بيقولك ايه اتلا بروسكوبك انجوينة الهرنة repair fixing the mesh by staples in the space between the vast difference and the sticular vessels can cause injury to which of the following في ملون ها احنا قلناها في الترايانجل of pain احنا دلوقتي في الترايانجل of doom اوكي هو بيكلمنا دلوقتي على الترايانجل of doom فلو انت قربت من الترايانجل of doom هتأزي مين في دول femoral nerve ولا external cutenous nerve of the side ولا external illic vessels ولا inferior rib gastric vessels ولا abnormal obturator artery terrestrial terrestrial of doom terrestrial of doom illic طبعا external illic vessels سواء vein او artery وخبالة ودي منطقة خطيرة جدا ممكن تكلف العيان رجله او حياته واول واحد اول واحد في العالم اشتغل repair of inguinal hernia laporoscopically اول عيان لي اتقطعت رجله وكان حريص دكتور احمد لما جنف عن شمس التخصصي وهو بيعمل presentation اول اول slide في presentation شاب زي الامر كده مسك عكاز برجلة واحدة وقال ايه انا ده اول عيان ليا طبعا ايه هو لعب وعمل injury ل external illiac vessels وطبعا نفتح العيان وحاول يوقفه المهم انتهى على ايه ان العيان فقد رجله عشان كده سموه triangle of doom لازم تكونوا في الانجليز يعرفين يعني ايه doom d-o-o-m 3 months old boy presents with reducible umbilical hernia which has a 1 centimeter defect a defect 1 cent this is best managed by surgical repair with mesh at the age of one year immediate surgical repair without mesh labroscobic repair with mesh at the age of one year labroscobic repair without mesh periodic observation and evaluation وكلكم عارفين السبب ايه اوكي لحد سن كم evolution اربع سنين ولا سنتين billy and love سنتين المدرسة الامريكية اربع سنين طب احنا طبع مين اه دكتور سهي اه سنتين بتاعنا طبع سنتين اوكي لو بقى الدفكت اكتر من واحد ونص سنت او حصل complication والدفكت صغير هتشتغل برضو او الوضع عدى سنتين وفضل عنده هيرنيا وانت انجليزي او الوضع عدى اربع سنين وفضل عنده هيرنيا لو انت امريكاني اوكي seven months old boy presents with right inguinal hernia the best treatment is المرة دي inguinal بقى بش ambilical خد بالك خد بالك inguinal حاجة وambilical حاجة تانية الوضع الوضع الباست treatment observation and reserve surgery for cases where the hernia persists after five years herniorophy by bassini مش hernioplasty right herniotomy right herniotomy and exploration of the left side right herniotomy right herniotomy طب هنعمل exploration لنح الشمال ولا حنسب العكس ساعات بيعملوها لا العكس اللي بتعمل لما تكون lift يعمل expression right طب ايه الفرق يعني common right الفرق ان common right لما تحدث في lift يبقى احتمال كبير اوي 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 ان هي موجودة right بس مستخبية خدت بالك فهو طبعا ايه في كتب قالت لك ايه انت شغال على نحية اليمين مثلا وقال الان الناحية الشمال فيها حاجة فايه ما تعملش exploration من كيس الفتء من الناحية اليمين بص بالكاميرا داخل الكاميرا اه لان مدار اللي انت تعمل exploration ايه نمر واحد مفيش اي exploration مفيش حلاوة من غير الفاصف الناحية اليمين already فتضمر مستقبل الواحد نمر اتنين ممكن تعمل exploration ما تلاقيش حاجة نمر تلاتة بقى واجدوا حاجة غريبة جدا ممكن الواحد ده يكون عنده بيتانت بروسيس في جينالس عن ناحية التانية وما يجلوش فتح يعني بروسيس في جينالس ممكن تبقى بيتانت وما تعبيش مصارين وممكن لده ولا ده كمان وانت بقى لازم هتقابل ممتحنين يقولك وانت بتشرح كده وتقول بروسيس في جينالس وبتحكي فيها وحوار وبيتان هيصدمك يقولك يعني ايه بروسيس ويعني ايه في جينالس يعني ايه بروسيس نتوق لا انجليش عربي انجليش لا ممكن عربي ممكن عربي بروسيس يعني حاجة ممتدة كده متصلة بحاجة تانية فينجر لايك بروسيس اه فينجر لايك بروسيس بجينالس بقى يعني ايه بجينالس في اللغة في اللغة فاجينا 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 ما اصح يعني مهبل بس هم ما سموها كده ليه في اللغة في اللاتن فاجينا اللي هو الغمض بتاع الخانجر يعني ما يكون في ايدك خانجر وبتحطه في الجريب بتاعه الجريب بتاعه اسمه ايه فاجينا السؤال بقى ليه البروسيسس الفاجينا اللي هي في الاولاد وليست في البنات ها والاولاد ما لهمش علاقة بالفاجينا ليه البروسيسس فاجينا سميت هكذا عشان مقفول مقفول من تحت مش لا علشان لما بتنزل تحت التستس التستس بتخش فيها من وراء عشان البروسيسس فاجينا تحيط بيها وتبقى اسمها تونيكا فاجينا كما يدخل الخانجر في الغمض غريبة دي بشكده من الخانجر طيب اه والغمض بتاع الخانجر اللي هو الجراب بتاع الخانجر بشها دلوقتي البروسيسس في جاناليس ده جزء العلوي فيها بيبقى وبلتريتد والجزء اللي تحت بيفضل زي ما هو علشان يحيط بالتستس ويعمل تونيكا فاجينا لس وتونيكا فاجينا لها فسر ولها بريط وبيبقى فيها شوية في اللوت كده وربنا اعملها عشان تتلقى الصدمات نيابة عن التستس يعني دي المساعدين زي المساعدين بتوع العربية ففي غيابها اي خبطة في التستس التستس تنضر انما في وجودها التستس تستحمل الخبطات واخد بالك فالتستس دخلت فيها من وراء هي عاملة زي البلونة imagine it زي البلونة باللونة الفاضية شوية التستس دخلت فيها من وراء فالتونيكا فاجانالس حواطت بالتستس كلها واخد بالك عشان كده سموها فاجينا فاجينا أنا بحكي علي لان فيه يعني فيه دكتور اطوال كان عجوز شوية وكان عنده عيل عنده فأنا قاعد اقول له برزيستنت فاجانالس برزيستس فاجانالس وبدت نفاجينالس فشقط في يا ده ولد زكر يعني فاجينا ايه اللي انت بتتكلم عليها فطبعا ايه لو انت بتذاكر وانت في سن صغير ما ادركتش مدلول الكلمات اللي انت بتقراها هيصل حاجة متنية اللي اما هتنساها اللي اما بش هتعرف هي ركبة ليه في المكان ده من اساسه ما علينا المهم احنا بقى ايه about indirect انجوال انهانيا all of the following statements are true except the sac is present within the spermatic cord the neck of the sac lies lateral to the inferior gastric artery if it reaches the scrotum there is no need to do internal ring test mesh repair is needed only for recurrent cases repair can be done under local anesthesia all are true except except if the sac is present within the spermatic cord ما طبعا الساك جوه ال spermatic cord احاز اشترك اشترك